من جحيم الحرب والمواجهات في الرهاؤلاء لكنهم وجدوا أنفسهم في جحيم آخر قد يكون أقسى وأمر الحرب كان يضربوا بالكاشوشة القاهل اللي قد شافها يزون يقري داخل البيت يحب ميلطا وقانب من الطائرة يقعر القاهل يحب ميلطا داخل البيت وقانب قوع وقانب نسحر بخال البهام حاكم مقدلين نازح من مديريات الوازعية الغيل من الضرب العشوائي الذي يستهدفه المليشيات يقصفه القصف العشوائي علينا وخرجنا وتشردنا نحن وأطفالنا وقهالنا وكل شيء تركنا بيوتنا وعموالنا وكل ما نملك من كل شيء في هذه الخيام التي لا تقيهم حرارة الشمس ولا سقيع برد الشتاء تعيش أشرات الأسر التي شردتها حرب المليشيات الإنقلابية يفتقر النازحين هنا لأبسط مقويمات الحياة في ظل الوضع الصعب الذي فرضه عليه من نزوح كما ضاعف غياب دور السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية من معاناتهم ياربنا من داخل الوازعية للكدعة وما قابلنا هتشي ورقعنا من داخل الوازعية للقوني كنا كل يوم نمحا نهرب نتغير واتباذلنا ووقوع ما نعانا نأكل يلا الوزوف والحبة الطمط والقبز عادنا حانا نصرح نطلبه من القرية والشاهن من القرية والسكر من القرية يتطلع هؤلاء لأن تقوم الحكومة والمعنيين بواجباتهم تجاه معاناتهم وتقديم يد العون لهم خصوصا وقد فقدوا كل شيء بعد أن فروا مخلفين وراءهم مساكنهم وممتلكاتهم منها ما التهمها القتال وما تبقى سيصير في عداد المفقود لطالما والميليشية تعمل على تدمير كل شيء يدفع هؤلاء النازحين الثمن الباهظة من فاتورة حرب ميليشية الحوثي والمخلوع الإنقلابية دون أن يكون لهم ذنب في ذلك سوى أنهم مدنيين لم يفكروا حتى برفع السلاح للدفاع عن أنفسهم فواز الحمادي قناة بلقيس من منطقة المنبهة بمديرية المعافر تعز